السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي لأعزان وكملي هذا اليوم شرح كتاب الكلاس لازلنا في الباب الأول اللي هو مقدمة ضرورية جدا وطبعا هاي المقدمة ضرورية جدا غير موجود في كتاب كلاس يعني غير موجود كفصل لكنه موجود مساوينا كأبنديكس نخلينا كأبنديكس في هاي المصق آخر محاضرة أخذناها انه شلون قدرنا نثبت انه الميل المماس يساوي نسالب مقلوب ميل العمود وقلنا هذا القانون من يجي وشرحنا من يجي شعدنا اليوم راح ناخذ انه في بعض الأحيان كان عندي نظام أحداثي اذا لو كان هذا عندي مثلا نظام أحداثي في بعض الأحيان يقول لي مثلا ارسم المستقيم يساوي عدد ماين أو يساوي عدد ماين هذه المستقيمات مثلا يقول لي ارسم المستقيم مثلا يساوي يساوي ثلاثة هذا المستقيم يكون في الاتجاه العمودي هذا المستقيم يساوي ثلاثة هذا المستقيم مثلا يقول لي ارسم المستقيم ويساوي ثلاثة فهينقدر نسميها مستقيم وهينقدر نسميها مستقيم هذا نسميه مستقيم هذا نسميه مستقيم يساوي ثلاثة معنها قيمة ال-A إاشقير معنها قيمة ال-A واحد هنا تكون قيمة ال-b و3 قيمة الس ثلاثة يساوي ثلاثة المعادلة الأساسية عندي بالمستقيمات وكذلك بالنسبة لل 9 القضية الثانية وبشة اللى ناخذها ملحق بالمستقيمات نعبر عن هذا المستقيم معادلة بسيطة جدا دعني deployed ückt نأخذ المستقيم نقول هذا المستقيم يكون H&D نعم هذا المستقيم الحقيقة المستقيم يقطع Y المستقيم يقطع Y بهاي النقطة ولي يكون ارتفاع هاي النقطة B إذن إذا ارتفاعها B ايش قد يكون X يكون 0 لأن هاي النقطة شنو و 0 و B الميل المستقيم خلينا نقول ميل المستقيم M ما عندنا أي مشكلة فحتى نطلع المعادلة لازم عندي شي يكون يكون Y يساوي Y نوت زائد M X ناقص X نوت فاش راح نعمل هنا ال Y تبقى ال Y نوت يساوي B زائد M ينزل X ناقص 0 X ناقص 0 فاش راح يطلع عندي Y يساوي B زائد M X فحتى نعرف هنا أنه إذا المستقيم يقطع إذن هذا صارت عندي شبه ملاحظة أنه إذا المستقيم يقطع المحور Y في نقطة معينة نقدر شنقل إذن معادلة المستقيم Y يساوي B اللي هي نقطة التقاطع أو المسقط الصادي من نقطة التقاطع زائد M في X زائد الميل في X بصورة مباشرة بصورة سريعة هذا المستقيم يسموه Y إنترسيبت أو تقاطع مع النقطة Y شين الملاحظة الأخرى اللي عندي؟ الملاحظة الأخرى اللي عندي إنه إحنا تعرفنا على Delta Y وتعرفنا على Delta X نجي إلى قانون المسافة قانون المسافة نجي إلى قانون المسافة شنو يعني قانون المسافة؟ لو كان عندي هذا النظام الإحداث اللي موجود حالياً ما راح أجري لي أي تعديل أستخدمه نفسي هذا النظام الإحداث اللي موجود حالياً أو عندي قطعة مستقيم تبدي منها النقطة أو تنتهيبها النقطة قطعة مستقيم طبعاً نعرف هاي المستقيم مش إله نغير اللون هذا المستقيم راح يكون دلتا X اللي هو يبدي منا لهنا دلتا X وراح يكون عندي شنو إلي دلتا و دلتا X ش راح يكون عندي هاي المستقيم عندي دلتا X وعندي شنوى عندي دلتا Y اللي لي اش لي عندي دلتا X تغير من ال X1 لل X2 وال Y عندي تغير من ال Y1 لل Y2 إذن هذا عندي المستقيم تكون من النقطة أولى ومتكون من النقطة الثانية ال P1 هي عبارة عن X1 Y1 P2 Y1 P2 عبارة عن X2 Y2 جيد الريد أن نطلع طول هذا المستقيم جيد نقلها حتى نطلع طول هذا المستقيم بما أن هاي المسافة منها اللي هنا طولها دلتا X وهاي المسافة منها اللي هنا طولها دلتا Y إذن حسب نظرية في ذا غورس راح يكون عندي دلتا X الكل تربية زائد دلتا Y الكل تربية اش راح يساوي للطول اللي هو P1 P2 الكل تربية خلنا فرض هذا الطول عندي هنا R يعني عندي P ال R P1 P2 راح نسويها R فاش راح يكون عندي راح يكون عندي دلتا X تربية زائد دلتا Y تربية يساوي لR تربية جيد الحمد لله شكر الله R تربية فهنا راح نعوض مكان X ناقصا X2 ناقصا X1 الكل تربية زائد Y2 ناقصا Y1 الكل تربية يساوي لR تربية جيد وصلنا لهذا القانون راح نجذر الطرفين من نجذر الطرفين من نجذر الطرفين راح تطلع عندي R تساوي جذر X2 ناقصا X1 كل تربية زائد Y2 ناقصا Y1 الكل تربية طلعنا قيمة ال R طلعنا قيمة من؟ قيمة ال R هاي شنية؟ هاي المسافة بين P1 و P2 وهذا القانون نسمي قانون المسافة هذا القانون نسمي قانون المسافة اللي هو قانون المسافة بين نقطتين في النظام الاحداثي إذن هسه صار عندي تعريف صار عندي قانون بأنه أي نقطتين في النظام الاحداثي أقدر أجد المسافة مالتين من قانون المسافة اللي هو صار عندي D equal to X2 X1 كل تربية زائد Y2 ناقصا Y1 الكل تربية هذا صار عندي قانون المسافة ما عندي أي مشكلة بقانون المسافة قانون بسيط جدا واخدي بالإعداديات بسحبين الإشارة إلى اشتقاقها شلون نشتق القانون القضية اللي عندي بعد راح ناخذ الدائرة شلون نرسم الدائرة وشيني الدائرة شيني الدائرة خان نجي نرسم منه نظام إحداثي نظام إحداثي مبسط ونجي نشوف الدائرة الدائرة شكلا نحن نعرفها بالواقع شكل دائري لكن خلنا نجي نشوفها بالرياضيات شلون نحن نعبر عنها رياضياتيا نجي ناخذ مثلا نرسم دائرة بأي مكان معين نرسم دائرة هنا جيد معنا مشكلة بس إرادة شنوى يرفحها لها الطرف هذا جيد شي اللي أحب بالدائرة طبعاً لكل دائرة لازم إلها شنوى إلها مركز زين شين الخاصية نقول هنا المركز اللي نسمي سي سنتر شيني خاصية الدائرة نلاحظ أنه الدائرة إذا نريد نعرفها هي مجموعة نقاط باوع تبهين عندنا المستقيم المنحني أي شكل على النظام الأحداثي كلش مهم أي شكل على النظام الأحداثي هو عبارة عن مجموعة نقاط تذكرون من قلنا النقاط نفتحنا شون الميزة يأما في مخططات فين يأما أن نسويها على شكل أقواس ونكتب النقاط مالتها يأما أن نسميها على شكل صفة مميزة وهذه الصفة المميزة هي اللي راح تميز لهذه الأعداد وشيني صفتها إذا الدائرة أو أي شكل على النظام الأحداثي هو عبارة عن شنو عبارة عن مجموعة أعداد نذكر الصفة المميزة الخاصة بها اللي تعزلها عن بقية الأعداد جيد نجي إن من هسه نجي نشوف الدائرة نشوف الدائرة شنو الصفة المميزة نقل لها الدائرة هي عبارة عن جميع النقاط نجي إنها مميزة وببعض عن مجموعة النقاط أ 그러나 هذه النقاط شنو شبها شين شبيها نكل لها نبعدها عن نقطة ثابتة معلومة يكون ثابت هذا تعريف الدائر أنه بعد هذه النقاط عن نقطة معلومة ثابتة اللي هي المركز ايش راح نسميه المركز راح نسميه H وراح نسميه K المسقط الصيني مالتا H يعني هذا المركز المسقط الصيني مالتا H المسقط الصيني مالتا H المسقط الصيني مالتا راح يكون عندي K فنقطة المركز راح نسميها H و K شنو التعريف مالا تقول البعد هذه النقاط البعد هذا كله متساوي هاي الأبعاد K متساوي إلى هذه النقطة ثابتة الأبعاد كلها متساوي زين شلون نصيخها بالرياضيات نقلها كلش بسيطة القضية زين هذا البعد يكون ثابت ويكون ويرمز لهذا البعد بالرمز R هذا البعد الثابت اللي احنا جاي نحشاعلين نسمي R عالميا نرمز ل R هذا نسميه نصف القطر وهذا نسميه مركز الدائرة إذن هسا الدائرة هي مجموعة النقاط التي يكون بعدها عن نقطة ثابتة معلومة اللي هي H و X H و K يكون ثابت إذن شيني مجموعة النقاط اللي دائر ما دائر شيني مجموعة النقاط اللي عندي نقلة مجموعة النقاط اللي موجودة هي X و كل نقطة أقدر أرسمها على الدائرة هي عبارة عن X و Y إذن نقلة دائرة دائرة إذا أريد نعرف الدائرة بصورة أخرى نقلة دائرة غاية تكون X و Y بحيث أنه شين هو شين الفرق نقلة بحيث أنه بعد الـ X عن الـ H تربية زائد Y ناقصا الـ K لكل تربية عشي يساوي لي يساوي لي R لأن هذا البعد بين ذن النقطين البعد بين الـ X و Y ومو شرط أقصد أنه هذه النقطة المعينة X و Y لا من أكتب X و Y أقصد كل النقاط اللي موجودة على الدائرة ما لا نهاية من النقاط أسميهم X و Y فيكون الدائرة فيكون تعريف الدائرة أنه شنو هو بعد هو أن يكون بعد هذه النقاط عن نقطة ثابتة معلومة يساوي نا R اللي هو كذلك عدد معلوم فبعدنا أنا ما أحتاج أكتب هاي الأقواس حتى أبين مجموعة النقاط لا إحنا راح نكتبيه شين قل لي إذن الدائرة راح تساوي لي أنه X ناقصا H لكل تربيع زائد K عفو Y ناقصا K لكل تربيع يساوي R وبتربيع الطرفي راح يصير عدد X ناقصا H لكل تربيع زائد Y ناقصا K لكل تربيع يساوي R تربيع شكتب هاي شنسميها اللي طلعت هاي نسميها معادلة الدائرة ها نسميها عندي معادلة الدائرة ورسمنا معادلة الدائرة صارت هسا القضية معلومة صارت القضية معلومة هسا صارت هاي معادلة الدائرة ونقدر نرسم هسا الدائرة وعرفنا أنه إحنا شلوب نرسم الدائرة Nag إذن ننتقل للقضية الأخرى آه هاي معادلة الدائرة طبعا انتهينا من عد لحد الآن ما نحين عرمي هل تعلم م정ير الية ولا طينيep Spring ويرسمية دائرة نصف القطر ونقول مرسومه على النظام الاحداثي على النظام الاحداثي مرسومه احيانا يقول لي انه X ناقصا ال H لكل تربيع زائدا ال Y ناقصا ال K لكل تربيع يساوي ل R تربيع هاي الملاحظة هاي المعادلة ال من تشير هاي المعادلة تشير الى كل النقاط اللي موجودة على اليمين اللي موجودة على هذا الخط احيانا يقول لي X ناقصا ال H تربيع زائدا Y ناقصا ال K لكل تربيع اقل من R المن يشير يشير للمنطقة يسمونها النقاط الداخلية اللي داخل هاي الدائرة فقط اذا خلالي يساوي يشير الى المناطق الداخلية ويشير كذلك نسميها الى النقاط الحدودية التي على حدود الدائرة اذا كتبها اليه بهالشكل زائدا Y ناقصا ال K كل تربيع اكبر من ال R يشير الى النقاط تسمى بالنقاط الخارجية اذا قال اكبر او يساوي يعني يشير الى النقاط الخارجية ويشير معها الى النقاط الحدودية النقاط الخارجية مثل ما نتكلم عن الفترات وقلنا الفترة اما انهم حدود الفترة تنتمي او لا تنتمي وعندما تكون حدود الفترة لا تنتمي نسميها مجموعة مفتوحة واذا كانت حدود الفترة تنتمي تسمى مجموعة مغلقة كذلك هذا في البعد الاول one dimension في البعد الثاني اللي هو two dimensions كذلك نقدر نعبر عن هي تشي قضايا هاي نسميها region region او نسميها منطقة ورح ناخذها ان شاء الله بس مو وقتها السحالية بس اشارة الها رح ناخذها ان شاء الله بالتفصيل وهاي بعد ما نسميها فترة نسميها مجموعة مفتوحة ونسميها مجموعة مغلقة يعني مثل ما كنا نعبر عن فترة مفتوحة وفترة مغلقة رح نعبر عنها هنا بمجموعة مفتوحة ومتجموعة مغلقة قبول ما ننهد دراس دعا ناخذ بعض الامثلة البسيطة على الدائرة مثلا نريد نرسم دائرة مركزها واحد بواحد ونصف قطرها مثلا ثلاثها رح ننقل الدائرة هاي الي تريدها الى يمركزها مثلا 1 بواحد 1 بواحد هذا مركزها ونصف قطرها ثلاث وحدات يعني تقريبا هي جسير تقريبا ثلاث وحدات يعني راح ناخذ ان شاء الله الرسم ايش لون نقدر نكتبها نقل لها X ناقصا ال H1 الكل تربيع زائدا ال Y ناقصا ال K1 الكل تربيع يساوي لها R تربيع اللي هو ثلاثة طبعا هاي قيمة ال R وهاي قيمة المركز وهاي قيمة ال R يساوي لها تسعة متعة المعادلة كذلك اذا طاني معادلة X زائدا ثلاثة الكل تربيع زائدا مثلا Y ناقصا 2 كل تربيع يساوي ل 16 هاي بسيط احنا نقل لها R معروفة هذا عندي R تربيع اذا R شي ساوي 4 نصف القطر 4 وحدات نجيد ال H اشقد قيمة ال H نقل لها H سالب 3 لانه سالب 3 وعندي بالقانون سالب فاش ادالي ادالي انه هاي الاشارة تساوي لموجب فنستنتج انه ال H يساوي لسالب 3 وكذلك لو كانت ال H سالب 3 واريد اعوضها راح تنتج لي عندي موجب 3 L K يساوي لسالب 2 او L K يساوي لثنين موجب لان السالب تابع للقانون وال R يساوي ل 4 هذا اللي ما عدنا بعد شي ان شاء الله قايم بجرد على الدائرة على مدن ان شاء الله بالفصل الجاي ناخذ ال Factions and their graph ان شاء الله بالدرس الجاي راح ناخذ ملاحظات حول كيفية الرسم كيفية الرسم بالبرنامج ال Wolfram نلتقيكم ان شاء الله ودرس اخر اشتركوا في القناة